حدثنا روح حدثنا عبد الله بن عبيد الديلي عن عديسة ابنة اهبان ابن صيفي انها كانت مع ابيها في منزله فمرض فافقى من مرضه ذلك فقام علي بن ابي طالب بالبصرة فاتاه في منزله حتى قام على باب حجرته فسلم ورد عليه الشيخ السلام فقال له علي كيف انت يا ابا مسلمين قال بي خير فقال علي الا تخرج معي الى هؤلاء القوم فتعينني قال بلى ان رضيتها بما اعطيك قال علي وما هو فقال الشيخ يا جرية هات سيفي فاخرجت اليه غمدا فوضعته في حجره فاستل منه طائفة ثم رفع رأسه الى علي رضي الله عنه فقال ان خليلي عليه السلام وابن عمك عهدى الي اذا كانت فتنة بين المسلمين المسلمين ان اتخذ سيفا من خشب فهذا سيفي فان شئت خرجت به معك فقال علي رضي الله عنه لحاجة لنا فيك ولا في سيفك فرجع من باب الحجرة ولم يدخل حسنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ابي عمر القسملي عن ابنة اهبان ان علي ابن ابي طالب اتى اهبان فقال ما يمنعك من اتباعي فقال اوصان خليلي وابن عمك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ستكون فتن وفرقة فاذا كان ذلك فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب فقد وقعت الفتنة والفرقة وكسرت سيفي واتخذت سيفا من خشب وامر اهله حين الثقلاء يكفنوه ولا يلبسوه قميصا قال فالبسناه قميصا فاصبحنا والقميص على المشجب حثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الكبير بن الحكم الغفاري وعبد الله بن عبيد عن عديسة عن ابيها جاء علي بن ابي طالب فقام على الباب فقال اثم ابو مسلمين قيل نعم قال يا ابا مسلمين ما يمنعك ان تأخذ نصيبك من هذا الامر وتخفيه قال يمنعني من ذلك عهد عهده الي خليلي وابن عمك عهد الي ان اذا كانت الفتنة ان اتخذ سيفا من خشب وقد اتخذته وهو ذاك معلق حثنا مؤمل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا شيخ يقال له ابو عمر عن ابنة لأهبان ابن صيفي عن ابيها وكانت له صحبة ان عليا لما قدم البصرة بعثا اليه فقال ما يمنعك ان تتبعني فقال اوصاني خليلي وابن عمك فقال انه سيكون فرقة واختلاف فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب وقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة او ايمانية قاضية ففعت ما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فان استطعت يا علي ان لا تكون تلك اليد الخاطئة فافعل حدثنا اسود ابن عامر قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ابي عمر القسملي عن ابنة اهبان عن ابيها ان عليا اتى اهبان فقال ما يمنعك من اتباعي فذكر معناه اشتركوا في القناة